مقام الهزام وهو من عائلة السيجا وهو من المقامات الأكثر استخداما في عائلة السيجا وأكثر استعمالا حتى من مقام السيجا الذي يعطي اسم المقام يتألف مقام الهزام من طبع السيجا طبع يتألف من سلاسة نغمات الجنس الثاني وهو حجاز على درجة النوا السلم المقام كاملا أما مقام السيجا طبع سيجا يتألف أيضا من سلاسة نغمات وجنس الثاني هو جنس رست على درجة النوا السلم كاملا ننتقل شرح سير مقام الهزام والعلاقة حتى في العائلة كلها علاقة المقامات المختلفة ورابطها هذا الطبع السيجا على درجة السيجا تفضل الأستاذ خاند البداية لازم نعمل مراحة التقسيمة التي هي الاستهلال وتركيز المقام لتركيز درجة الركوز الركوز الهزام في ذهن المستمع كما في باقي المقامات المقام الهزام حقيقة له عدة أشكال من الدخول تتبع أيضا يعني رؤية العازف وحسب استعمال التقسيمة إذا كان مع مطرب أو إذا كانت صولة صغيرة أو صولة كبيرة أو تقسيمة ارتجالية فهناك عدة أشكال من الدخول والاستهلال في مقام الهزام هذا أشكال يعني أشكال كثيرة للدخول حقيقة المرحلة اللهم لأنه تثبيت طبع السيقاء بعدين الانتقال إلى لجنس الثاني بما أنه عندي ثلاث نوطات أنا اللي هي الطبع فما عندي حرية أكثر إلا أن أنا مسترس للحصار حتى أبدي إلى 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 إظهار الجنس الثاني فهي تحرير المقام أهم شيء في في تحرير وتركيز وأنه يصير في ذهن المستمع طبع السيقاء يكون على درجة ركوز اللي هي بهالمرحلة مش ضروري أنه نستعمل درجة لا بمول الحصار لأوحي للمستمع أنه أنا بدي أشتغل على مقام الهزام ممكن لأنه أنت رح تشتغل الهزام في الأول والآخر رح تستعرض التقسيمة من من ولكن في البداية أن تركيز أنه العائلة العائلة الأساسية اللي هي عائلة السيقاء في عندي يعني برضو ملاحظة في طبع السيقاء في نغمة حساسة اللي هي الرادي إز ممكن وفي الظهير اللي هو دوه هاي غصب بالسيقاء عنده هدول الصوتين اللي بيأدوا لنغمة السيقاء واستخدامهم شائع برضو لما تلعب طبع السيقاء اللي هي الرجوع نغمة المي أو نغمة السيقاء أو دخولها من الرست هذا كمان صوتين يعني من أول ما تسمعهم بتعرف أنت في يعني مش محتاج حتى أكثر من هدول النغم لتعرف أنت في طبع السيقاء اللي هي ظهير المقام اللي هي ظهير المقام وحساس حساسة السيقاء بضع بطع أنت تريد مثل ما أنا حكيت أن تريد تبت المقام في ذن المستمع أنك تشتغل هزام قد تكون نفس الدخول في يعني جلس الجذع اللي هو طبعا السيقاء ولكن ما قد يكون هزام يكون شيء ثاني رحنا لأوشار هزام إلى السيقاء إلى السيقاء بس أنا قصدي أنه مجرد عزف إذا للأذن المستمع المتدرب اللي عنده نوع من الخبرة في المقامات إذا بيسمع دو يتهيأ يتهيأ لو على طول السيقاء يتهيأ لأنه رح يسمع سيقاء وعائلتن هزام يعطيك لأساس المقام شكل من أشكال الدخول أبس شكل قوي مألوف ومستخدم بكثرة عطا ممكن يكون الابتداء من درجة النوا مثلا كيارا ممكن يعني العازف حرية الدخول في استهلال وتركيز المقام حسب يعني حسب رؤية العازف نفسه يعني كيف يعني أو مرات يكون محكوم يعني من يكون في مرافقة لمطرب معين أو في موان معين أو في شيء لازم يكون قياد ببعض قواعد التقسيم اللي هي يعني مرافقة للموان في التسلسل في التسلسل وتدرج المقام نفسه مصبوط في عدنا مثلا بعض المقامات المشتقة من مقام السيدان مراقمات علاقية لها لها أصولها يعني بالسهلال والتحرير يعني مجبور أنت أو محكوم أنه تمان م Liu is tamen مخالف مخالف هذا عقد 95 من 5 ros من تركيب الشاذ الشادة نوعا ما أو الخاصة هو يعني يتألف من خمس نوطات وهو مقام عندنا بحال ذاته اسمه مقام المخالف نعم وهذه تركيبته الشكل ولكن تقليديا يعني فيه أماكن معينة بده يبدأ من مقام السيقل لا مقام المخالف بالتحديد طبعا هذا يبدأ بهذا الشكل مظبوط بس عم بحكي كمقام المخالف مقام السيقل أنت سألت قبل شوية ممكن من النواة ممكن من حتى من أي درجة حسب يعني رؤية العازف نفسه وحسب جو التقسيمه شو بيش محكم أنت تقسيمه ففيه أشكال الدخول كثيرة وأشكال الاستهلال يعني حقيقة التحرير التحرير يعني ترجمة نانسي قنقر لاحظت هنا أنه نغمة الحصار أعلى من نفس النغمة إذا كان جنس حجاز طبيعي هذا يعني صوت كمان أو نقطة لازم نتبه لها العازف بمقام الهزام نحن ندخل داخل النغمة نفسها علامة الموسيقية نفسها هنا نسميها الأرباع والعالية والأنصاف العالية والواطية التي تتحكم فيها زيادة الكومات في عندك مثلا بعض المقامات تكون درجة الحصار أعلى من الدرجة الطبيعي يعني الدرجة الحصار الأصلية بكومة أو أكثر وحتى درجة مثلا الماهور تكون أوطة شوي فهذه يعني حسب البلد نفسه يعني ممكن في لبنان تكون غير عن ما موجودة في العراق أو غير ما موجودة في تركيا أو غير ما في شي مالا فيه يعني ما ندري أحد أدخل بتفاصيلها تفاصيل هذه برضو مهمة لتعرف كيف تعطي هوية يعني ونكها نكها بأكثر من بس مجرد هزام يعني هو يشير عندك يعني ارتفاع بربع التون بالربع التون وحتى بالأنصاف والدرجات يعني تتغير المسافات يعني مثلا على سبيل المثال في مقام هنا عندي درجة الجواب السيجر ارتفعت عن الدرجة الأصلية ارتفعت قرية عن الجنس الزبع لأن هذا مقام هو حقيقة مو مكانه هذا مقام أوج في مكانه الأوج لازم العزيب تشوف انه حتى درجة الركوز أعلى من 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 ربع الدرجة أعلى من من هذا الشكل ففي عندنا قومات متحركة يعني في في داخل المقام نفسه يعني جنس الحجازوية اسمه جنس حجاز دائما ولكن ما اختلاف ترتيب القومات يعني في مثلا الشكل يعني مية شوية للتركي رايح مصدر اختلفت المقائز يعني غير انه حجاز هذا اختلف عن هذا اختلفت النكهة نكهة تغيرت يعني فحسب انت وين تقسيمه هي شون الجوها شو مكانها وين انت المنت حاسب قد يجب انت مرافق لمطرب مثل ما صار معانا انه مرافق لمطرب مثلا الأذربيجاني فانت مظتر انه تعلي الأرباع حسب صوته صوته هو المغمر ونكون نشاز فأنا أعطيه مثلا ها تغير الله ايه كل شي تغير موسيقى مقام فاني يعني يعني هو ايضا من السيجا اللي نفترض اللي نستعمل تقليديا هو يلي اسمعني اول بوقت اعملت الاستهلال والتركيز هذا يعني العربي الشاي العربي الشاي هو اللي بيابعاده طبيعية نسيق الميس سيجا والحصار الحجاز النوى وطبع السيجا بس اذا دخلنا بالتفاصيل هذي رح ندخل باشياء كثيرة يعني هو اللي غمازوا درجتنا اذا مننتقل من المرحلة الاولى المرحلة التانية هل في مرحلة ثانية حتى في المقام ممكن تعمل مرحلة ثانية فيه استعراض لمقامات واجناس اخرى داخل يعني فيه غماز المقام ممكن يتركب عليه اكثر من مقام وممكن ايضا تستعمل عرب وحليات ايضا لسيادة الاستعراض والتعبير عليه مثلا موسيقى 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 أيضاً أعربة البيعات لما سناها جنس البيعات وعملنا زي الأعربة المخالفة بسيطة يعني مروراً قبل التسلي يعني درجة الصباح يعني الأجناس الرئيسية الفرعية اللي عم بتصير بالمرحلة التانية الابتداء تبعاً بيكون على درجة الغماز نعم على السول طبعاً فيه أشياء كثيرة أنت تعرف المقام نفسه يعني فيه رؤية أكثر مثلاً فيه بتحولات أخرى فيه دائما تتحدثنا قبل شوية أنه نتلاعب بالمسافات يطلع عندي أشياء أخرى بس بشكل عام أنه هذا يعني مقام المقام الهزام وهذا يعني ممكن أنه يعني يؤدى أو يقسم بهذا الشكل هذا شكل من أشكال يعني تبقى عندنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الجواب المقام طبعاً أيضاً تكون مرحلة فيها تهيئ للصعود إلى الدوان الثاني في المقام وإجراء المعالجات للرجوع إلى مستقر المقام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحلة الديوان الثاني والاستعراض الديوان الثاني ومهدت لرجوع أو الاستقرار إلى مستقر المقام ماذا يكون هناك أجناس على الديوان الثاني؟ ممكن نعمل أشياء كثيرة يعني رسط على الدوقة على الكردان مثلا؟ بشيرا هو رسط الكردان رسط الكردان السيرة أيضاً نهوند الكردان نهوند؟ هناك خيارات كثيرة للعازف ولكن مكانة تقسيمها أيضاً تحكم أحياناً أنك تنشئ هذه الجمال أو تنشئ جمال غيرها حسب أثما قلت لك أنه رؤية العازف يعني إذا تصورت هذه اللي عم تتفضل وتعصفها على درجة السيقا عزفته على درجة أخرى مثلا مثل العراق طبعاً يتغير التيست الطعام يختلف وممكن الجو كله يتغير ممكن تطلع عندك أشياءك أكثر يعني يصير مدى أوسع لأنه كل المقام من نقلته من مكان لآخر له لون آخر يصير وعندنا هذا تدرج في الألوان ولهذا نحن فيه تعدية المقام جمالية مقاماتنا الشرقية أنه كل مقام من تنقله من مكان إلى مكان يعطيك طعم آخر مختلف عن حتى الطعم الأصلي فإذا نقلته مثلاً مثلما تفضلت على درجة العراق راح يصير الأجواء غير شكل أستاذ خالد تقليدياً يعني يمكن أن نصور مقام السيقاة أو الهزام على أكثر من درجة؟ بالطبع تماماً أي درجة حتى ممكن على الدرجة المطلقة وحتى على الدرجة الثابتة أو على الدرجة الكاملة أو حتى يعني بأي مكان بس حسب أيضاً حسب طبيعة التقسيمة فيه السيقاة المصريية السيقاة على المطلق يسمونه السيقاة البلدي السيقاة البلدي وفيه السيقاة على أي درجة ممكن أن نصير حسب حاجة العازف وحسب نوع التقسيم حسب براعة العازف كمان حسب الآل إذا ممكن ترن أو لا إذا عم بيعزف عليها إذا أخذ السيقاة على مثلاً التيك حصار لانس بمول غير ما يأخذوا على على سينس بمول مثلاً على درجة العراق كل واحد له طاعم وكل واحد له استعمال بس مجهوزة تصوير السيقاة في أي مكان ولكن تقليدياً ممكن على درجة العراق يعني يكون أكثر مشبع وأكثر استعمالاً حسب يعني وهذه الصفة عامة بكل المقامات كل سيقاة المقام فيك تصوير على أي درجة بس في أحياناً بتصير في درجة بس متعارفة على أكثر مثلاً وبصفيلها اسم خاص بغير الاسم يعني تصوير الهزام على العراق صار مقام راحة الأرواح لأنه مسائد ومستقبل فممكن نسمع تقسيم لكان من راحة الأرواح موسيقى 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 موسيقى